السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا سنة اولى انا من الفرقة التانية هشرح معكم النهاردة محاضرة سهلة جدا تتكلم عن البون لو حد شايف ان الصوت بطيء او كده يبقى يسرع الفيديو اول حاجة هنبدأ بقى نتكلم عن البون ونسمي الليه كده المحاضرة اصلا سهلة خالص هيا الله ده بس شكل بيوضح الفرقة بين البون والكارتريج الليه الغضريف نبدأ بقى نتكلم ايه عن البون عايزين نعرف اول حاجة ايه غظيفة البون ده في جسم الانسان البون ده اهميته ايه اول حاجة ان البون ده هو اللي بيبدي جسم الانسان الشكل والهيئة بتاعته هو اللي بيخليه بالشكل ده كده بالشكل جسم الانسان اللي احنا عارفينه طب لو البون ده مش موجود جسم الانسان كان هيبقى رخ ما كانش هيبقى بالهيئة بتاعة الجسم ده فالبون ده مهم جدا عشان يعمل سابورتر البادي وكمان يدي جسم الانسان الشيب بتاعه فمن اختصرها في كلمة كده مانيكان عشان بس نفتكر النقطة دي ان البون بيعمل سابورتر البادي وكمان بيديله الشيب بتاعه دي اول اهمية وسهلة جدا واخدناها في السنوية العام تاني اهمية تاني اهمية ان البون ده ممسك ممسك لإيه؟ ممسك للعضلات يعني مثلا عندي المسكليتال موسيلز اهي الموسيلز دي كده بتمسك فين؟ بتمسك في البون عشان الجسم عشان انسان يبدأ يحرك الموسيلز بتاعته ويعمل الموفمينتس ويقوم بالوظيفة بتاعته العادية يبقى تاني وظيفة ان البون ده ممسك للموسيلز عشان انسان يعرف يتحرك يبقى سكيلتال موسيلز اتتتش التوزيبون فور موفمينتس دول اول اهميتين وسهلين جدا يبقى اول حاجة اللي هو البون بيدعم جسم الإنسان وبيدي له الشيط بتاعه ثاني أهمية اللي هو ممسك ممسك لإيه؟ ممسك للعضلات عشان الإنسان يبدأ يحركها ويبدأ يقوم بالوظيف بتاعته والموفمينكس بتاعته المختلفة ده الأول أهميتين نجي الأهمية اللي بعد كده ثالث أهمية برضو مهمة جدا اللي هو البون ده بيحافظ لي على بعض الأعضاء الداخلية زي إيه؟ زي اللسقل الجمجمة جوها البرين جوها المخ عشان تحافظ عليه من أي خطة أو أي عامل خارجي ممكن يأثر عليه فالسقل بتحافظ على البرين ودي وظيفة مهمة جدا برضو البون تاني وظيفة برضو مهمة اللي هو السراس الكيج تاني مثالي يعني السراس الكيج الكفص الصدري بيحافظ على إيه؟ بيحافظ على الهارت بيحافظ على القلب واللنجس برضو عشان مش أي خطة الإنسان يدخبتها الأعضاء دي تيحصل لها حاجة لأن الأعضاء دي مهمة جدا في الحياة الإنسان يبقى دول مثالين مهمين جدا على أن البون بيحافظ على الأعضاء الداخلية تالت مثال أن الزبين العمود الفقري بيبقى جواء الحبل الشوكي والحبل الشوكي ده برضو مهم جدا أن نحن نحافظ عليه من أي خطة أو أي حاجة عشان مهم جدا لحياة الإنسان يبقى دي تلات أمثلة أن اللي سقل جواء البرين وبيحافظ عليه أن السراس الجيج جواء الهارت واللانجس وبيحافظ عليهم أن اللي سبين جواء اللي سبين الكورد بيحافظ عليهم ودي كلها بتندرج تحت الأهمية الحماية حماية الأعضاء الداخلية ودي برضو أهمية سهلة وخدناها رابع أهمية أنه هو مصنع مصنع البون ده جوه حاجة اسمها بوم مارو البوم مارو ده اللي هو نخاع العظام البوم مارو ده مصنع لإيه؟ بيديني إيه؟ بيديني حاجتين بلوت سيلز وإميون سيلز بيديني بلوت سيلز وبيديني إميون سيلز البلوت سيلز طبعا نحن عارفين اللي هي خلايا الدم والإميون سيلز اللي هي الخلايا المناعية اللي بتدافع عن جسم الإنسان ضد إيه جسم غريب هاي زي في الرسمة كده أدي البوم مارو بيخرج لي أهو الريد بلوت سيلز والوايد بلوت سيلز وفيه اللي عارفين يا بله الخلايا القعادية والحمودية وهكذا يبقى اللي بون شغال مصنع بس مين اللي بيصنع جواه البوم مارو اللي هو نخاع العظام هو المسؤول عن اللي هو بينتج لي البلوت سيلز والإميون سيلز ودي أهمية مهمة جدا مهمة جدا خمس حاجة إن البون ده شغال مغزل مغزل إيه؟ مغزل للكلسم والفوسفور بيحافظ عليهم لحد من الجسم يبدأ يحتاجه مثلا واحدة حامل والجنين اللي جواه ده محتاج كلسم هيبدأ يبيتجيبه الكلسم ده منين؟ هيبدأ يجيبه من الكلسم اللي مخزن في عظم الأم فهو من البون مش بيخرج الكلسم ولا الفوسفور إلا لما الجسم يحتاجه من الجسم يعزم يبدأ بقى يخرجهم له أو إن الكلسم ده يقل في الدم فيبدأ برضو يخرج للجسم الكلسم اللي هو محتاجه تمام؟ يبقى اهنا قلنا كل اللي قلناه إيه أهمية إيه؟ البون قلنا بيعمل سبورت للبوديو بيحافظ علي الشيف بتاعه قلنا ممسك للمصرز عشان آه قوم بالوظائف بتاعتي قلنا اللي هو بيحمي الأعضاء الداخلية وقلنا اللي هو البون مره لجوانه خيال العظام اللي جواه بيصنعه للبراث سيلس والإميون سيلس وقلنا اللي هو مغزل للكلسم والفسفور لحد من الجسم يبدأ يحتاجه نجي بقى البون هل البون اللي في جسم يكونه زي بعضه؟ يعني البون اللي في رزغ الإيد زي البون مثلا بتاع العدد زي البون بتاع الفاغز هل كل البون ده زي البون بتاع الوسكال هل كله شكله بعضه؟ لا فلازم احنا نقسم البون طب هنقسمه على حسب ايه؟ هنقسمه على اربع تأسيمات الاربع تأسيمات اول تأسيمة فيهم بريجونال ما كانوا هل البون ده فمنتصف جسم الإنسان زي مثلا لسكال زي مثلا السوراس الكيج زي مثلا للفرتبر الكولم اللي هو العمود الفقري والسوراس الكيج ده القفز الصدري و اللسكال طبعا الجمجمة هل هو في المنتصف كده؟ ولا هو على الأطراف زي طرف العلوي والطرف السوفلي فده كده المكان ولا هنقسمه على حسب الشكل مورفولوجي كان هنقسمه العضمة دي طويلة لا معادي العظمة صغيرة مش ف Cage العظمة دي الريجولار خالص فهنقسمه على حسب الشكل برضو هنقسمه بقى على حسب التركيب العظمة دي ايه جمدة؟ صلبة كده وجمدة وعملة زي العاج ولا العظمة دي شبكة عبارة عن شبكة وجوها بمر والحاجات دي هنعرف برضو طبع هنقسمه على الحسب ايه تاني؟ هنقسمه على حسب العظم دي كان أصله ايه والجنين بيتكون؟ هل هو كان أصله من برين وترصف تيه حب الكلسام وجب نوعاء دموي والوعاء الدموي ده مليان خلايا بتبني العظم ولا هو أصله غضروف زجاجي وبرد رصبنا في حب الكلسام وجبنا وعاء دموي مليان خلايا بتبني العظم أصله ايه؟ كان أصله ايه في الجنين؟ هنعرف كل ده تعالوا بقى نشوف أول حاجة احنا لسه قيلين العظم ده ما كانه فيين؟ ما كانه في منتصف جسم الإنسان أجزيال زي كده أجزيال سكيلوتون ولا أبنديكولار سكيلوتون ما كانه فين؟ وأصلاً أبنديكولار دي يعني أطراف الأجزيال أهو والأمثلة بتاعته زي اللي سكال الجنجومة طبعاً في منتصف جسم الإنسان رأس الإنسان دي في المنتصف الشيست بما فيه بقى سراس الكيجل سترونم عظمة القص والريبس اللي هي الريبس دي اللي هي الضلوع وطبعاً الفرتبرا الكولم اللي هو العمود الفقري كل ده تبع الأجزيال تبع العظم اللي موجود في منتصف جسم الإنسان ولا هو أبنديكولار زي ده كده زي ده كده زي الطرف العلوي والطرف السفلي بما فيهم المنطقة البلفك اللي هي منطقة الحوض البلفك اللي هي منطقة الحوض يبقى إحنا كده أسمناع على حسب ريجونال على حسب المكان هل هو في المنتصف ولا هل هو في الأطراف كده عرفناه وسهلة الحتة دي نيجي للي بعده بقى نيجي على حسب بقى شكل العظمة دي إيه العظمة دي طويلة ولا أصيارة ولا عاملة زيه أول حاجة عندنا حاجة اسمها لونجوبون لونجوبون يعني العظمة طويلة نجيب بس شكلها كده أهي زي كده طبعا أهي لونجوبون دي ولا مش لونجوبون لونجوبون طبعا ليه لأنه بتحتوي على إيلونجيتيتشافت بتحتوي على جسم للعظمة كده طويل أهو إيلونجيتيتشافت جسم العظمة بتاعها طويل تمام نرجع ثاني ارجع في ايه ارجع فيه بقى اللونجبون ده بيندرك تحته حكتين typical long bone و typical long bone ده بنعرف منين هي العظمة دي typical ولا a typical ارجع للرسمة لو العظمة الطويلة دي اللي هي عندها elongated shift فيها two endis كده يبقى دي typical لازم يكون عندها two endis طب لو عندها end واحدة بس لا دي a typical يبقى انا بعرف typical من ال a typical ازاي typical عندها two endis و elongated shift الثانية عندها elongated shift برضو بس end واحدة بس تمام نرجع يبقى typical having an elongated shift او body ما احنا لسه قلنها او اسمه diaphysis يبقى هو ليه تلات اسماء elongated shift او body او diaphysis نرجع طبعا بس ضيافysis ده الاسم جمني فيه حاجة هنا كده و العظم يعني لو جمنا طفل طبعا الطفل العظم بتاعه بيبقى لسه بيمم و بيجبر هلاقي عنده حتة هنا كده و حتة هنا كده غدروف يعني الغدروف ده اسمه بيفيسيز الغدروف ده الحتة الغدروف اللي هي التلم وبتكبره للعظمة دي اسمها بيفيسيز اهي فهنا طبعا فيه بيفيسيز وهنا بي فيه بيفيسيز يباسمها بيفيسيز واللي في النص اسمها بيافيسيز دي بيافيسيز و دي فيسيز و دي ابيفيسيز ابيفيسيز اركع تاني اهو اللي هي بتمتد بتوين اهو بتوين بل انها هتتمفصل في عضمة تانية وتعمل لي جوينت تعمل لي مفصل هي لازم تبقى سموس وارتيكولار عشان هي هتتمفصل وتعمل لي جوينت هنا كده اه و قلنا طبعا الاندي دي اسمها ابيفيسيز تمام الامثلة اللي هو الفييومر اللي هي عزمة الفغز والتيبية اللي هي القصبة انا بقول بالاسماء اللي خدتوه في السنوان العامة والهيوميراس اللي هي عزمة العضد والردياس اللي هي عزمة الكعبورا دي كل الامثلة اتيبكل لونج بون اوضنو و تحط ناجي بقى الاتبيكل الاتبيكل لونج بون هنجد بس الرسمة ادي الرسمة هي دي مثال الاتبيكل لونج بون الاتبيكل لونج بون تحسنها لونج بون بس صغيرة كزعة جوية فبنسميها ايه ايه؟ يعني انتي لونج بون لانه اصلاً فيها خصائص لونج بون اللي هي وعندها وان انت فانا هي فيها خصائص اللونجبون فانا بسميها سمول لونجبون ارجع ثاني سمول لونجبونز سمول لونجبونز زي الميتا كربل والميتا ترسل والفلنجيس الميتا كربل دي هي أمشاط الإيد والميتا ترسل أمشاط القدم وفلنجيس دي هي العقل ي stronger تمام يبقى كده ، ارفعنا اللونجبون وosLD etipical وعرفنا الفرق بين التيبيكل وعرفنا الفرع بين typical والأتيبيكل وقلنا typical دي عندها Association وعندها 2 nghibara اما الاتبيكلة عندها 인� 1 وعرفنا الامثلة بتاع دي وعرفنا الامثلة بتاع دين شوف اللي بعده طبعا ده typical ده تيبيكل و ده آتيبيكل و قلنا احنا ادي يعني لا آتيبيكل يعني كلمة ا دي بتنفي تمام علشان بس تعرفوا آتيبيكل جات منين يعني نجي بقى لحاجة اسمها الشورتبون الشورتبون ده زي اللي هي العظمة اللي هي بتكون رزغ الايد و رزغ القدم بيبقوا كذا عظمة كده جنبه بعض بيبقوا شكلهم صغير كده لانهم هم عندهمش شفت ما عندهمش جسم للعظمة فهم بيبقوا شورتبون بيبقوا ايه كيوبيكل لاما مكعب يعني تبقى شكل المكعب كده لاما شكل الاترابيزويدل شكل المعين لاما اسكفويدل شكل الارب كده يا اشكال كتير طب زي ايه زي الكربل بون في الهند و الترس البون في الفود اللي هو رزغ الايد و رزغ القدم اهي ده كده الترس البون طبعا دي تمام يبقى الشورتبون ملهاش شفت بتبقى مكعب على شكل مكعب على شكل معين على شكل قارب سكافويدل على شكل مكعب على شكل معين و قوني وعرفنا الكربل بون و الترس البون نشوف اللي بعده الفلاتبون نجي بقى للفلاتبون الفلاتبون ده بيتكون من يعني طبقه فوق كده ثانية طبقه فوق كده و طبقه تحت و طبقه في النص الطبقه اللي فوق و الطبقه اللي تحت كم باكتبون يعني العظمه بتتكون من 3 حاجات طبقه فوق و طبقه تحت و طبقه في النص يعني أنا جبت حتة هي من اللي سكال وكبرتها وبوركوا شكلها بتتكون من 3 طبقات طبقة فوق وطبقة تحت وطبقة في النص ايه الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت دي زي بعض يعني عضم جامد عضم صلب هارد كده يستحمل اي خبط او اي حاجة طب اللي جوه ده اللي جوه ده بقى اللي بيحتوي على البون مارو اللي جوه ده اللي هي شبكة كده اسمها سبونجيبون او اسمها كانسلس عضم اسفينجيبين بيحتوي على البون مارو يبقى اللي برا كومباكت بون عضم جامد هارد صلب اللي جوه اسبونجيبين شبكة عبارة عن شبكة والشبكة دي جواها بون مارو هنقرأ مع بعض زي or فورمد اف آن اوتر عند انر يعني الطبقة فوق وطبقة تحت طبقة برا وطبقة جوة لمنة يعني شريحة كده مفيدة كما يصل من الوزن يفصل بينهم طبقة من اللي سبونجي بوون في الادل المفيدة بالنفالات بوون جيدة ما هي الميزة في البرزارة موجودة في البرزارة موجودة في اللي ستيرنام اللي هي عزمة القس موجودة في الربز الربز اللي هي الضلوان تمام نجي بقى للي بعده اللي هو Irregular Boons ايه هي Irregular Boons دي Irregular Boons دي ولا هي Long ولا هي Short ولا هي Flat فانا سمتها اسم رابع كده Irregular ولا انت Long ولا انت Short ولا انت Flat ايه هي Irregular دي اعرفين الفقارات بتاعة العمود الفقري ما بتبقاش وغدا شكل معين فبسميها Irregular Boon او مثلا اللي هي العزمة الحرقفة دي اللي هي الهيب بون برضو ما بتبقاش وغدا شكل معين بعض العظم الصغير في اللسقل ده كله Irregular Boons ال Irregular Boons دي ولا هي Long ولا هي Short ولا هي Flat فطلعت لها اسم كده اللي هو Irregular Boons ما لهاش شكل معين شوف اللي بعضه اللي هو Neumatic Boons ايه هو ال Neumatic Boons ده بون بيحتوي على مكان فراغات للهوى بيحتوي على فراغات للهوى بلارجي Iris Basis بيحتوي على فراغات للهوى زي ايه زي المجزلة المجزلة دي اللي هي بتكون الحتة الاولى من الفك يعني الفك بيبقى عبارة عن عظمتين هي المجزلة دي الأبرجو بتكون الحتة الاولى من الفك العظمة الاولى يعني تمام فبتحتوي على Iris Basis و Neumatic ده برضو مهم السيساموية بون بقى السيساموية بون دي بتبقى عظم يعني سانية بتبقى عظم سوير خالص زي حبة السمسمة كده بون النديول بيبقى موجود محشور بين التندن محشور بقى بين الأوطار والأربطة والحاجات دي بتبقى عظمة صغيرة خالص زي اللي هي بتبقى في سانية زي في الرجبة هي دي اسمها باتلة الدكتورة مش كتبة دول في الديدة هي كتبة باتلة بس هي دي اللي هي بتبقى في الرجبة دي هي دي السيساموية بون الباتلة اسمها باتلة سيساموية بون باتلة اسمها باتلة يبقى كده خدنا ايه خدنا نيوماتيك بون وخدنا السيساموية بون يبقى كده نرجع تاني نشوف المورفولوجيكل يبقى أنا قسمت على حسب الشكل للونج بون وعرفنا التيبيكل وعرفنا الأتيبيكل وقسمنا على حسب الشرط بون وعرفناهم وقسمنا الفلاد بون والإيريجولار بون وقسمنا النيوماتيك بون والسيساموية بون دي ايه اهي شلنا مش عارفها دي عزمة الحرقوفة اهي ودي الباتلة هاي اللي بتبقى في الرجبة ثانية ونجي الباتلة اللي بتبقى في الرجبة نيجي بقى على حسب التركيب العظمة دي بتتركب من ايه في كومباكت وفي كنسلس لسه وغدينهم لسه يعني وغدين فكرة عنهم الكمباكت قلنا عظم جامد عظم صلب عظم يقاوم اي خطة برا كومباكت دا هارد ايفوري يعني صلب عامل زي العاج عظم جامد كده بيكون الاشرة بتاعة اي عظم اي عظمة اي عظمة في جسمي الاشرة بتاعتها كومباكتبون اي عظمة اهاتوا اي عظمة الاشرة بتاعتها كومباكتبون هوريكوا شكلها اهو الحتة اللي برا دي كده اهي دي كده كومباكتبون اللي هي الاشرة اللي برا دي القشرة اللي بره دي Quombики bon تمام؟ بفتراض ان دي عظمة الكمب اكتبون بتاعها اللي هي الحتة اللي بره دي كده سنة غير اللون سنة أزرق اللي هو الحتة اللي بره دي كده ماشي اهي الحتة اللي بره دي كده اللي هو القشرة اللي بره دي بتبقى صلبة جدا جدا في منتصف الشفط صلبة قوي في منتصف اي في منتصف جسم العظمة الشفط بتاعت العظمة تبعا للسايدان اهول كنึ بكتبون اهه هو اللي بره دا هو اللي بيعمل القشرة اللي بره دي موجود أي عظمة في جسم الإنسان القشرة اللي بره اللي عملاها كنبكت بوون نرجع يبقى قلنا هارد ايفورالايك بون وقلنا بيعمل القشرة بتاعت اي عظمة وقلنا كمان اللي هو بيبقى صلبة جدا التي ت seen in the ancient state of long bone. تبقى الكنسيلوس البقاء الكنسيلوس what? هذا هو عبارة عن مشورك عبارة عن شبكة كده عبارة عن شبكة تحتوي على البون مرو بتبقى موجودة في جوه اي عضمة موجودة ده اي عضمة انقلب كده اه هتعرفين النقاط اللي جوه دي هيا دي اللي زبون جيبون النقاط اللي جوه دي الفراغات دي زبون جيبون طبعا هي معمولة عشان يبقى جوها البون مرو بتبقى جوه اي عظمة يعني لو فتحت اي عظمة من جوه هلاقي جوها ايه سبونجي بون معادة ايه بقى معادة اللونج بون اللونج بون اللي سبونجي بون بتبقى موجودة في الاندس بس يعني الاند دي والاند اللي تحت تمام بتبقى موجودة في الاندس بس الملمش بقى تبقى موجودة في الشفت لان الشفت ده انا سيبه فاضي عشان احط فيه الميدالري كافتي عشان احط فيه ايه الميضولاري كافتي يبقى تاني السبونجي بون لو فتحت اي عظمة من جوه هلاقي جواها سبونجي بون معادة مين معادة اللونجو بون بلقيهم في هين بلقيهم في الأندس بس المال اللي شفت موجودة فيها ايه الميضولاري كافتي عشان العظمة تبقى اخف عشان اعرف احرك العظمة بتاعتي واعرف اقوم بالوظيف تاعتي لو هي كلها كده هتبقى العظمة تقيلة فلازم يبقى اي عظمة لو جيت فتحتها من جوه هلاقي جواها سبونجي بون معادة اللونجوبون بلاقيها بلاقي سبونجي بون في الاندس بتاعتها بس وقدين عارفنا الاندس مكانها فين المال الشفت موجودة فيه موجود فيها الموضلري كافيتي عشان برضو توفر مكان اكبر اللي هو يبقى فيه بومارو وهكذا لان الموضلري كافيتي برضو بيبقى موجود جواها بومارو لان البومارو دا احنا عارفين ووظفته مهمة جدا نرجع يبقى عارفنا ان الكنسيللس عبارة عن شبكة هوها البومارو موجودة في جميع من الداخل في اي عظمة معادة اللونجوبون بتبقى موجودة في الاندس بتاعتها بس وطبعا بتبقى متغطية برا بالكمباكت وبردو عارفنا نقلب نقلب طب العظمة دي كان اصلها ايه في الجنين يعني انا خلاص عارفت تركبها اشوف دا اصلها ايه في الجنين هل هي قت عبارة عن غشاء ولا قت عبارة عن هايلاين كورتليج غدروف زجاجي ابسط انواع الغطريف ولا قت مخلطة دا على دا هنشوف ميمبرينس يعني العظمة قت عبارة عن غشاء غشاء كده وجه حب الكلسام رصاب طبعا بقول ببساطة يعني حب الكلسام اترصابوا فيها وجبت وعاء دمو والوعاء الدمو دا مليان خلايا تبني العظم بدأت تحول الميمبرين دا لعظمة طب العملية عشان احول الميمبرين دا لعظمة اسمها ايه اسمها انترا ميمبرينس اوستي فيكيشن انترا ميمبرينس اوستي فيكيشن انترا ميمبرينس اوستي فيكيشن اسمها ايه انترا ميمبرينس اوستي فيكيشن اوستي فيكيشن يعني تصلب او تعزم تمام يبقى انا هحول الميمبرين دا لعظمة العملية اسمها انترا ميمبرينس اوستي فيكيشن طب ايه هو العظمة الأمثلة مهمة جدا جدا ايه هو العظم الجسمي اللي كان أصله غشاء ونحن لسه جنين الكاب بتاعة اللسقل لو جبت الكاب بتاعة اللسقل هي دي كان أصلاها من brain احفظ بقى أي مثال لوال فرانتال أو البريتل احفظ مثال منهم يعني الكاب بتاعة اللسقل سواء فرانتال أو بريتل نحفظ الأمثلة دي برده أو البون بتاع الفيس العظم بتاع الوش زي النيزل أو الماكزيلري قلنا المجزيلر دي اللي هي الحتة اللي هي بتكون القبرجوم بتكون الفك إيه العلوي ده تمام؟ آآ نيجي بقى ولا هي كان أصلها أصلا هايلاين كوارتلج يعني هي كان أصلها كوارتلج كده أنا عايز أجيب بس من الشكل أهو هي كان كان أصلها كوارتلج كده وأنا برضو بدأت أجيب آآآ وأنا برضو بدأت أحط أرصب كالسام واجيبه عقد أمول وعقد دانو ده مليان خلايا تبن العب وبدأ يتحول لعظمة زي كده ده اسمه إيه؟ ده اسمه كوارتلج نص طب إيه هو العظم اللي في جسمي ميشي؟ إيه هو العظم اللي في جسمي اللي كان أصله هايلاين كوارتلج العظم بتاع الأطراف اللي هو الطرف العلوي والطرف السفلي أبيم ديكولا ده العظم بتاع الأطراف معادة إيه؟ معادة عظمة واحدة اسمها الكلافيكل اللي هي عظمة التركوة دي العظمة الوحيدة في الطرف العلوي او من الاطراف رموما الميكسد اوسيفيكيشن وليس كارتليجينس تمام برضو اللي اصله كارتريج اللي هو الفرتبرا الكولم برضو السراس الكيج كل الامثال دي مهمة جدا 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 لازم تتحفظ تاب الميكسد بقى الميكسد اللي احنا لسا يلنها اللي هي الكلافكي اللي هي عزمة ايه عزمة التركوة دي ميكسد اوسيفيكيشن المانديبول اللي هو عزم الفك برضو ميكسد احنا كلافكيل والمانديبول تمام وبردو بون بتاع اللي سكل البيس بتاعت اللي سكل البيس بتاعت اللي سكل يبقى انا عرفت الميمبيرينس وهلفت الكارتليجينس وعرفت الميكسد اوسيفيكيشن وطبعا الكارتليج عشان تتحول بون بسميها انترا كارتليجينس اوسيفيكيشن تمام؟ عرفت كده الفرق ما بينهم وعرفت الأمثلة بتاعتهم والأمثلة مهمة جدا جدا نيجي بقى لتركيب العظمة في الإنسان الحي اللي هي اللونجبون بتتكون من إيه اللونجبون دي؟ اللونجبون بتتكون من إلونجيتشفت بتتكون من حتة نهاية فوق ونهاية تحت اللي هو تو اندس وارتيكولار عشان بيتمفصلوا مع عظمة تانية وبيعملوا لي جوينت بتتكون عندها تو اندس والاندس دي اسمها إيبيفيزيز وعرفنا ولسه قليل قدام الإيبيفيزيز الاسم دي جنين وعندها إلونجيتشفت وعندها حاجة اسمها الإيبيفيزية الكارتلجي الإيبيفيزية الكارتلجي دي اللي هي لحطة الغضروف اللي أنا قلتلكو عليها يعني هنا كده في حطة غضروف اسمها إيبيفيزية الكارتلج اللي هي المسؤولة إن هي بتكبر العظمة والعظمة لسه بتنمو دي اسمها إيبيفيزية الكارتلجي نرجع تاني يبقى الإيبيفيزية الكارتلجي دي هي اللي بتفصل الضيافيزيز عن الإيبيفيزيز الإيبيفيزية الكارتلجي دي يبقى إيبيفيزيز أو اسمها إيبيفيزيز كمان يعني يسمها إيبيفيزية الكارتلجي أو اسمها إيبيفيزيز أي اسم بالطبع هي حتة من الشفت والشفت يحتوي على المضالة ري كافيتي. والموضالة ري كافيتي بيحتوي على البون مارو برضو قلناها. اهو شفت ده بيحتوي على الموضالة ري كافيتي. والموضالة ري كافيتي ده مليان بون مارو. نرجع. وطبعا الاندس دي. انا لو جدت اللي بكده. الاندس دي بيتبقى متحوطة بهاي لين كارتليجي كده عشان اما تجي تتمفصل مع عضمة تانية. اه دي تبقى سهلة الحركة والتمفصل ده ما يكلش العضمة. تمام? يبقى دي كل الحاجات ان كل اللي المفروض نعرفها يعني. عن ايه? عن بتاع Living Long Bone. بس ايه كده محاضرتنا خلصت. كانت محاضرة سهلة وبسيطة. ما انك كونوا فهمتوها. وذكروها على طول. وربنا يوفقكم يا رب.